السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبناء وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي في درس من جديد من دروس مادة الرياضية عندنا النهاردة هناخد الباب الثاني حساب المثلثات وهناخد الدرس العلاقات الأساسية بين الدوال عايزكم كده تحضروا الآلة الحسبة والكتاب المدرسي ونشوف مع بعض الموضوع بتاعنا النهاردة جميل جدا وهناخد كذا شكل عندي بس تعالوا أرجع بكم للخلف كده وشوف يعني إيه العلاقات الأساسية بين الدوال وأرسم مثلث قائم وأعرف فيه بقى المقابل والمجاور والوطر وإزاي طلعوا وأعرف الدوال المثلثية وهاخد النسب المثلثية الخاصة اللي هي 30 و45 و60 من المثلثات وهاخد الصفر وال90 وال280 وال270 وال360 من دائرة ايه الوحدة تعالوا مع بعض كده نشوف ونرسم أول حاجة عندي المثلث القائم الزاوي أدي مسلث قائم الزاوية الزاوية دي هسميها ها وركز معايا كويس جدا هنا بقى أنا بقول لك ده الوطر معروف هو الضلع المقابل للزاوية 90 طيب الضلع المقابل للزاوية مقابل أو بقول المقابل طيب ده جنبه بسميه المجاور جميل يبقى أول حاجة لازم تبقى عارف لإيه الشكل ده طيب أنا عندي النسب المثلثية الأساسية تلاتة الجا والجتة والضاء والتلاتة دول ليهم مقلوب الجا ما فيهش تاء يبقى مقلوبه قتاء الجتة فيها تاء مقلوبها ما فيهش تاء يبقى قاء الضاء ما فيهش تاء مقلوبها يبقى ذطاء خلي بالك بقى الكلام ده بيساوي إيه تعال نشوف قال لك الجا مقابل على وطر يبقى المقابل على الوطر جميل طيب يبقى أكيد الجتة عبارة عن إيه المجاور برضو على الوطر طيب الضاء مقابل على مجاور يبقى المقابل على المجاور طيب أنا عندي بقى القطة هنا ماشي وعند القاء وعند الضاء يا ترى هيساوي إيه مقلوب الكلام ده يبقى القطة هتساوي الوطر على المقابل طيب القاء هيساوي الوطر على المجاور طيب الضاء هيساوي المجاور على المقابل طيب أنا عايز أفهم الحاجات دي وأعرفها زمان كنا بنحطهم في بيت شعر كده هقولك عليه الجا والجتة فيهم وطر فيهم وطر والوطر دايما تحت تحت يعني إيه يعني في المقابل طيب الضاء والضطاء بدون الوطر ما فهمش وطر هاو الضاء والضطاء وهم عكس بعض لو انت افتكرت البيت الشعر ده الجا والجتة فيهم وطر والوطر دايما إيه تحت يعني فين في المقام والضاء والضطاء بدون الوطر وهم إيه عكس بعض طيب يعني تاني الجا والجتة فيهم وطر يبقى كده إيه والوطر فين دايما تحت يبقى في المقام طيب الضاء والضطاء بدون الوطر ما فهمش وطر خالص وهم عكس بعض يعني الضاء إذا كانت مقابلة على مجاور يبقى الضاء مجاور على إيه على مقابل جميل جدا طيب تعالوا نشوف بقى دائرة الوحدة يبقى أنا عرفت كده إزاي أطلع الجاول جتا تعالوا نشوف دائرة الوحدة وإزاي نطلع منها النسب اللي عندي قالك دائرة الوحدة هرسم دائرة نصف قطرها واحد نصف قطرها إيه قادي المركز هون صفر وصفر وقادي نصف القطر ده واحد جميل تعالوا نشوف النقاط اللي عندي النقطة دي واحد وصفر النقطة دي صفر وسالب واحد مع آسف واحد سالب واحد وصفر هنا صفر واحد هنا صفر وسالب واحد وتعالوا نشوف مع بعض إزاي نطلع النسب دي هنا عندي الزاوية صفر الزاوية هنا تسعين هنا مية وتمانين هنا ميتين وسبعين هنا تلتمية وستين خمس زوايا زي الفل طيب أنا هرسم الجزء ده السينات والجزء ده الصدات يبقى السينات والصدات السين دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجتاء والصدات اللي هي المقابل عبارة عن إيه؟ عبارة عن الجاء يعني جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية تعالوا بقى نشوف كده مع بعض أنت قلتنا دائرة الوحدة هنا واحد وصفر سلب واحد وصفر صفر وواحد صفر وسلب واحد هنا موجب هنا سالب فوق موجب تحت سالب وأنا عندي النقطة هي اللي بختارها عندي سين وصاد بتبقى السينات هي الجتاء والصدات هي الجاء طيب واحد يقول لي طيب أنا هستفيد إيه من الكلام ده؟ أقول له تعالي جتاء الزاوية صفر بكام بواحد جاء الزاوية صفر بصفر الله طيب تعالي نشوف الزاوية تسعين جاء تسعين بصفر جاء تسعين بواحد طيب المية وتمانين جاء مية وتمانين بسالب واحد جاء مية وتمانين بصفر تعالي نشوف المتين وسبعين جاء ميتين وسبعين صفر الجاء ميتين وسبعين سالب واحد نرجع مرة تانية تلتمية وستين زي الصفر يبقى أنا كده عندي خمس زوايا طيب تعال نشوف بقى المسلس القائم الزاوية التلاتين ستيني والخمسة واربعين ادي ستين وهنا تلاتين وده خمسة واربعين خمسة واربعين بقول لك لو المقابل للزاوية تلاتين بواحد نص الوطر يبقى هنا من فيساغورث هنعمل ايه نربع ونطرح اربعة نقص واحد تلاتة خد لها الجزر بقى هنا جزر تلاتة طيب لو ده واحد وده واحد خمسة الوطر ربع الاول وربع التاني واجمع هيطلع عندي جزر اثنين تعالوا بقى نشوف عندنا تمن زوايا خاصة اقدر اجيبهم من الدائرة والمسلسين دول لو انا جيت عملت خلي بالك الزاوية هنا الجا وهنا الجتا الصفر والتلتمية وستين زي بعض طيب بعد كده عندي التلاتين الخمسة واربعين الستين دول من المسلس الاول والثاني بعد كده عندي التسعين بعد كده المية وتمانين بعد كده الميتين وسبعين وتلتمية وستين زي ما اتفقنا طيب انا عندي الجا والجتا طب واحد يقول لي ما نجيب الزاق كمان اه الزاق احنا عرفنا ان احنا هنقسم الجا على الجتا جميل تعالوا نشوف بقى كده بيقول لي جا زاوية صفر انت قلت الجا اللي هي الصاد يعني هتبقى بصفر والجتا بكام بواحد طب يقسم صفر على واحد بصفر يبقى الصفر والتلتمية وستين طلعت الجا والجتا ايه والزاق تعالوا نشوف التلاتين بقى التلاتين من اين من المثلة انت قلت الجا مقابل على وطر المقابل واحد والوطر اتنين يبقى نص طب الجتا مجاور على وطر مجاور التلاتين جزر ثلاثة على اتنين طيب الزاق اقسم الجا على الجتا يبقى انا عندي هنا واحد على جزر ثلاثة الاتنين هتروح مع الاتنين طب تعالي نشوف الخمسة واربعية الجاء أي خمسة واربعين فيهم مقابل على وطر يبقى واحدة على جاز الاثنين الجتة زيها واحدة على جاز الاثنين لما تقسم جاء على جتة يطلع بواحد ايه الجمال ده الستين برضو المثلث الاولان خلي بالك التلاتين والستين هيبقى عكس بعض يعني جاء تلاتين مالها هتساوي جتة ستين وجاء ستين هتساوي جتة تلاتين يعني انت ممكن تعكس دول مع بعض يعني ممكن تحط النص هنا وهنا جاز الاثنين طب تعالي نتأكد كده جاء ستين هادي الستين هي الجاء مقابل على وطر يبقى جاز الاثنين طب الجتة مجاور للستين هوا على الوطر يبقى نص طب لما تقسم دول مع بعض يطلع جاز الاثنين هيطلع مقلوب ده برضو طيب التسعين بقى نرجع للدير الجاء بواحد الجتة بصفر طب ينفع نقسم على صفر لا يبقى هنا غير معرف غير ايه معرف طب المية وتمانين الجاء عندي زي ايه زي الصفر بس اختلاف في الاشارة عندي هنا جاء مية وتمانين بصفر الجتة بسالب واحد لما قسمه ما يطلع بصفر المتين وسبعين اكيد زي التسعين بس اختلاف الاشارة الجاء بسالب واحد والجتة بصفر وهنا برضو غير معرف ايه الكلام الجميل ده ده انا من مثلثين اتنين ودائرة وحدة طلعت تمن زوايا خاصة والزوايا الخاصة دي هستخدمها في حل التمارين بعد كده يبقى هقول تاني رجعت الايه لا علاقة المثلث القائم الزاوية وعجبت الجا والجتة والزا والمقابل والمجاور والوطر وقدرت ان انا ارسم دائرة الوحدة اللي هي نص قطرها واحد وتمر في النقاط واحد وصفر وصفر وواحد وسالب واحد وصفر وصفر وسالب واحد وطلع منها خمس زوايا خاصة الصفر والتلتمية وستين والتسعين والمية وتمانين والميتين ايه والسبعين ادرت انا في مثلثين ودائرة اطلع التسع زوايا مش محتاج لالحسبة خالص جميل جدا طيب تعالوا ادي الرسمة اللي عندي على اللي احنا اشتغلنا عليها حاليا دلوقتي ادي المثلثين وادي دائرة الوحدة برضو طريقة تانية اجيب لك خمس زوايا خاصة تعالوا نشوف هعملها لك برضو هنا وتشوف انت ايه ازاي بتعملها بالجزر التربيعي انا هعمل لك جزر تربيعي خلي بالك وهختار الزاوية صفر تلاتين خمسة واربعين ستين تسعين جميل جدا وهنا الجا والجتا اول حاجة انا هخلي المقام اتنين يعني هقسم على اتنين هقسم على كام على اتنين وخد هنا بقى الاعداد بقى اكتب صفر واحد اتنين تلاتة اربعة واعكسهم يبقى صفر واحد اتنين تلاتة اربعة واحد يقول لي طب انا عايز افهمها شوي اقول له تعالي جا صفر هيساوي جزر صفر على اتنين جزر صفر على اتنين يعني صفر على اتنين بصفر صح طب جتا صفر جزر اربعة على اتنين ادي جزر اربعة على اتنين جزر اربعة باتنين على الاتنين فيها الواحد صح طب انا كنت جاي بالصفر فعل ايه الجا بتاعتها بصفر والجتا ايه بواحد تعال ناخد تاعة الـ 45 جاء 45 جزر 2 على 2 انت قلتنا قبل كده كتوحد على جزر 2 اقولك هي هي تعال بص كده احنا لما كنا بنتخلص من الجزر بنضرب في جزر 2 فوق وجزر 2 تحت واحد في جزر 2 بجزر 2 في جزر 2 ب2 يبقى جزر 2 على 2 هي نفسها واحد على جزر 2 تعال ناخد الـ 60 جتا 60 المرات انت بتقول لي جتا كم دي جزر 1 على 2 تب جزر 1 ب1 على 2 يبقى نص وهكذا يبقى انا عندي هنا في موضوع الجزر بجيب برضو 5 زوايا خاصة 0 والـ 30 والـ 45 والـ 60 والـ 90 وبكتب تحت الجزر للجاء من اول صفر الحد 4 والجتا بعكس 4-3-2-1-0 وده كله مقسوم على كام مقسوم على 2 مقسوم على ايه على 2 جميل جدا انا كده عندنا طريقة تانية هي مش هنسى النسب بتاع الزوايا الخاصة ابدا خلاص يا اما بالجزر يا اما بدقلة الوحدة يا اما ايه بالمسلثات القائمة طيب برضو هنا شايف الرسمة اللي على الشاشة دي ازاي برضو تحسب الزوايا دي بعدد الاصابع بيقول لي الجاء اللي هي الصين عدد الاصابع اللي تحت على 2 يعني خد التلاتين هو فيه كم صباح تحت واحد بس يبقى جزر واحد على 2 يعني بنص طيب خد الخمسة واربعين يبقى جزر اتنين على 2 طيب الستين يبقى انا عند الاصابع اللي تحت كم واحد اتنين تلاتة يبقى جزر اتنين تلاتة على اتنين طيب الكوزين اللي هي ايه الجتة خد الاصابع اللي فوق على اتنين نفس الطريقة اي طريقة عندك توصلك لايه تبقى النسب مجابة والنسب ايه سالبة ودائرة الوحدة والتمن زوايا اللي عندي دي المتطبقات الاساسية احنا كده بدأنا ايه ندخل في الجد تعالى نشوف المتطبقة الاساسية انا هاديك اتنين وفي متطبقة بسم الله ما شاء الله هنطلع منها حوالي 8 ايه متطبقات اخرى تعالوا بقى نشوف اي وحدة فيهم مش انت عندك دائرة الوحدة تمام مش داب واحد وانت قلت هنا سين وهنا ساد جميل وبتقول من في صغورس مربع الوطر يساوي مجموع مربعية ضلعين يعني سين تربيع زا الساد تربيع بيساوي واحد طب ماشي انت قلت اللي السين دي اللي هي الجتة والصاد الجا يبقى قول له جتة تربيع ها مثلا زا إذ جا تربيع ها بيساوي ايه واحد تعالوا بقى نشوف المتطبقة دي الاولى خلي بالك بروزها لي كده خلاص وانا دايما بحب ببدأ بالجا او دايما احنا بنقول هاكتبها هنا ها ادي جا تربيع زا إذ جا تربيع يساوي واحد يعني لو عندي زاوية خمسين الجا تربيع بتاعتها زا إذ جا تربيع خمسين برضو بواحد ده ممكن يجي لي أسئلة يقول لي أكمل جا تربيع عشرين زا إذ جا تربيع عشرين يساوي كام على طول انت مش هتطلع بالآلة بدون استخدام للحسب تماما هتطلحها ايه بواحد من المتطبقة اللي عندي طيب تعالوا بقى نشوف هنطلع منها كام معادلة جا تربيع زا إذ جا تربيع يساوي واحد هنطلع مرة وديه للجا تربيع للحارة التانية ومرة وديه للجا تربيع يبقى هقول له جا تربيع يساوي جا تربيع يساوي الواحد موجود طيب لما خليت الجا تربيع حين وديت الجا يروح بإشارة مختلفة يبقى ناقص جا تربيع حان طيب لما خليت الجاتة ودت مين الجا يبقى ناقص جا تربية هذه اول اتنين بس كده لا لس تعال نقسم المتبينة الاولى والمتطبقة الاولى على جا تربيع يبقى هقول له جا تربية جا تربية يساوي واحد هنا هنقسم على جا تربية جا تربية جا تربية انت قلتن ايه جا تربية علاجة تربية بواحد طب جا تعلاجة ايه اه زطا تربية طيب واحد علاجة الجا دي مقلوبها ايه انت قلت يا اساز اللي ما فيهاش تا يبقى مقلوبها فيه ايه تا يبقى قاتا تربية الله طب تقدر تجيب من ده اتنين زي دول اه ممكن اود الزطا اخليها هنا اود الواحد الناحية التانية وممكن ان انا اجيب القطة هنا وودي الزطا هي اللي تروح يعني ممكن اقول له ايه ادي واحد الزطا تربية بيساوي قطة تربية طب الزطا تربية هتساوي ايه هتساوي قطة تربية نقص واحد جميل طيب خلي الواحد بس جتا تربية جتا تربية جتا تربية جميل طب جتا تربية خلي بالك هي في المقاب جا على جتا تربية بايه بالديني ضا تربية جتا على جتا بواحد طيب واحد على جتا انت قلت لنا يا استاذ مقلوبها ما فيه شتاء طب هنا جتا يبقى قا تربية حال ولاحظ الآتي هتلاقي الزطا معها قطة اللي اتنين فيهم تا والضا معها قا تقدر تطلع لي منها اتنين تاني ايوه هوادي الزطا نحية التانية يبقى اقول له واحد يساوي قطة تربية نقص ضا تربية طب هوادي الواحد يبقى اقول له الزا تربية يساوي قطة تربية نقص واحد خلي بالك انا الان عندي المتطبقة دي طلعت منها كام طلعت منها الاول اربعة بص معي على الشاشة عندي جتا تربية يساوي واحد نقص جتا تربية انا عملت ايه وديت الجتا هنا حالتاني والجتا تربية تساوي واحد نقص جتا تربية وديت الجتا تربية هنا حالتاني طيب ولما اقسم على الجتا تربية الأطراف كلها هيطلع عندي إيه هيطلع عندي واحد زائد زا تربيعي سويقات تربيعي ولما أسم علاجتها هيطلع واحد زائد زا تربيعي سويقات تربيعي جميل جدا طيب عندي أيضا حاجة اسمها السداسي الخارقة أو السداسي العجيب أو السداسي زي ما تسميه يعني هيعجبنا أوي لأننا هتلع منه علاقات مش هتنساها أبدا خلي بالك ده السداسي اللي عندي تسميه خارق تسميه عجيب تسميه زي ما تسميه راجل زاكي ممكن تسميه زاكي تعالوا نشوف كده السداسي ده وهنعمل في إيه أدي السداسي هرسمه عندي تلات نسب المثلثية الأساسية ومقلوباتها أدي الضا الضاها وهنا جاء وهنا الجتة خلي بالك اللي فيهم تأحطهم لهنا الجنب الشمال يبقى هنا وهنا قطى يبقى هنا بقى يمين قا وارسم الأقطار اللي عندي وحطي لي واحد في النص هنا هعملها بلون آخر خلي بالك أنا عندي هنا هطلع خمس علاقات هيعجبوك جدا بس الأول ركز معي أنا كتبت بالتتابع كده بدأت من اليسار الضا بعدها الجاء الجتة حطيت كل اللي فيه تاء على اليسار يبقى الضطة قطة يبقى بقى هنا ايه قا أول حاجة عندي بقى بيقول لي أي نسبة خد تلات نسب متتالية يعني ايه متتالية وراء بعض أي نسبة تساوي التانية تقسيم التالتة ايه ده يعني الجاء الضا بتساوي جاء على جتة اه طب الجاء بتساوي جتة على ذطة طب الجتة تساوي ذطة على قطة طب القطة هتساوي قا على ذا ايه الجمال ده يبقى أول لكل تلات ايه تلات نسب متتالية التانية هيساوي ايه التانية تقسيم التالت ايه الجمال ده انا همسك واحدة عشوائي دي وقت الزطة الزطة ها هتساوي التانية تقسيم التالت يبقى هتساوي قطة على ايه علاقة الله طب خد الجتة هتساوي زطة على قطة يبقى دي اول علاقة عندي لأي ثلاث نسب متتالية الاولى تساوي التانية تقسيم التالت كده تقدر تطلع لي ايه الحلو او طيب برضو لأي نسب ايه تلاتة متتالية بيقولك بقى النسبة اللي هي يعني مثلا عندي الض هتساوي اللي قابليها في اللي بعديها يعني اللي في النص دي الض هتساوي القا في الجا طيب الجا هتساوي الض في الجتة يعني ايه اقولها ازاي هقولك لأي ثلاث نسب متتالية اي نسبة تساوي ضرب النسبة التي قبلها في النسبة التي ايه بعدها تمام او تقولي اي نسبة على الرأس تساوي حاصل ضرب النسبتين اللي عليمين واليسار يعني اختار زي ما انت عايز اقولها بطريق طيب اي ثلاث نسب متتالية مالها قالك ان اي نسبة هتساوي اللي قابلها في اللي بعدها يعني قاب مضروبة في الجا هتطلع في ايه الض او اي نسبة على الرؤوس هتساوي اللي قابلها في اللي بعدها القاب هتساوي القطة في الض دي الايه الرقم اتنين طيب رقم تلاتة بص القطر كده القطر انت عندك في النص واحد قالك انه كل اللي على الاقتار دول مقلوب التانين يعني الجا مقلوب القطة يعني هتساوي واحد على قطة او حاصل ضربهم يساوي واحد يبقى كل النسب اللي على الاقتار حاصل ضربها تساوي واحد يعني ضافي ضطة بواحد جا في قطة بواحد قافي جتا بواحد وكل نسبة تساوي مقلوب الاخرى طيب انا عايز اشوف بتاع الضرب دي هقول له الجا في القطة بالساوي واحد تمام وقول له ان الجا مقلوب القطة يبقى واحد على قطة جميل واحنا قلنا اللي فيه تاق مقلوب وما فيهش تاق والعكس ايه كمان قالك بقى تعالى ناخد تلات مثلثات القاعدة بتاعتهم فوق والرأس التحت هنلاقي ده وده طيب ايه القاعدة اللي عندك قالك مربع النسبتين اللي على القاعدة يسوي مربع الرأس مربع النسبة اللي على الرأس ازاي يعني جا تربيع زايت جا تربيع يسوي واحد طيب واحد زايت زايت تربيع يسوي قطة تربيع صح كنا نطلعين طيب زايت تربيع زايت واحد يسوي قطة تربيع برافو عليكم يبقى انا عندي الخاصية رقم خمسة لأي مثلة قاعدته أعلى ورأسه أسفل أي مجموع مربعين نسبتين على القاعدة يساوي مجموع المربع النسبة على الرأس يعني جاء تربية زائد جتا تربية بيساوي واحد طب هنا واحد تربيع بواحد زائد زتا تربية يساوي قطع تربية وهكذا ده المثلث العجيب والخارق واللي احنا قلنا إيه عليه تعالوا نشوف هنا برضو عايز أعرف النسب المثلثية طب إمتى تبقى مجبة وإمتى تبقى سالبة لما يجي قسم إيه الأربع تربع بتاعي هلاقي إن في الربع الأول جميع النسب مجبة يعني الجاء والجتة والضاء ومقلوباتهم مجبة الربع الثاني الجاء فقط هو الموجب الربع الثالث الظل فقط اللي هو الضاء موجب الربع الرابع جيب التمام اللي هو الجتة بس اللي هو إيه موجب واحد يقول لي طيب أنا ممكن أعملها إزاي أقول لك تعالى هرسم دائرة الوحدة اللي عندي أربعة ترباع بتوعي هون ده الربع الأول الثاني مدى الأول الثاني الثالث الرابع وإحنا يعني طلبة كنا عارفين مقولة الكل جبار ظالم جاتوا إيه؟ جاتوا دهية الكل جبار ظالم جاتوا دهية يعني إيه الكلام ده؟ الكل ده للربع الأول الجبار ربع الثاني الظالم الربع الثالث جاتوا دهية ده إيه؟ وممكن نقول إيه؟ كل جميلة ظريفة جاتها عريس برضو الكل الربع الأول جميلة يبقى جاء ظريفة يبقى الظاء جاتها عريس اللي هي الجتة المهم أي حاجة تبقى تثبت في دماغي الكل يعني الجاء والجتة والضاء كله موجب هنا الجاء بس هي الموجب يبقى أكيد الجتة والضاء بالسالب الربع الثالث الظاء يبقى أكيد الجاء والجتة بالسالب والضاء هي اللي بالموجب هنا جتة هي الموجب يبقى الجاء بالسالب والجتة بالموجب يبقى أكيد الظاء بإيه؟ بالسالب لاحظ حاجة غريبة جدا النسبة المثلثية اتنين بالموجب والتنين بالسالب يعني الجاء في الربع الأول والتنين موجب في الثالث والرابع سالب تب الجتة الربع الأول والرابع موجب والباقي سالب تب الضاء الأول والتالت اللي هو إيه؟ موجب والباقي إيه؟ سالب لو إحنا قدرنا نعرف النسب المثلثية هنا إشارتها في الأربعة ترباع ده اللي هيساعدني في إيه؟ في الحل ده شكل الزاوية عندي لما يكون في الربع الأول يبقى ماشية إزاي؟ الربع الثاني الربع الثالث بسميها منعكسة بقى إيه؟ والربع إيه؟ الرابع تعالوا بقى نحل تمارين عندي هنا بيقولي أكمل ما يلي أكمل ما يلي عندي آه تعالوا بقى نشوف استخداماتك بقى والحاجات اللي انت خدتها قبل كد الضاء في مين يسوي واحد؟ آه نرجع لمثلث الجبار الضاء كانت مضروبة في المقلوب بتاعها إيه؟ الضطة يبقى فعلا هكتب هنا إيه؟ الضطة هايسوح طيب نمرة اتنين الجاة تربيع سبعة وعشرين زي أدي الجاة تربيع سبعة وعشرين قال له ده الزاوية ما تغيرتش وإحنا قلنا جاة تربيع لأي زاوية زي أدي الجاة بتربيع بكام؟ برافو عليك واحد برضو السجاسي العجيب اللي عن رأس طيب ضاء زطة زايد جاة تربيع زايد جاة تربيع طيب هي ضافي زطة مش انت قلت في أي حاجة في مقلوبها بواحد؟ يبقى شيل ده وكتب واحد زايد الجاة تربيع زايد جاة تربيع انت لسه جايب يا أستاذ سؤال زيها دلوقت بس اختلاف الزاوية طالما الزاوية واحدة يبقى برضو ده بواحد طيب واحد يزايد واحد يسوي كاتنين طيب خمسة جاة تربيع ناقص اتنين زايد خمسة جاة تربيع ألاحظ ان انا اخد خمسة عامل مشترك هنا وافتح قوس يبقى جاة تربيع زايد جاة تربيع ناقص اتنين طيب الكلام ده بكام؟ الله ده مرة عنينا كتير جدا بواحد يبقى خمسة في واحد بخمسة ناقص اتنين بكام بثلاثة ده السؤال الاول تعالوا نشوف السؤال الثاني اكمل برضو لان ممكن السؤال انا بيجيلي سؤال ايه اختيار من المتعدد او نسميها اسئلة موضوعية بيجيلي اكمل واختيار وصح وقطع طيب واحد زايد ايه يسوي قطع تربيع الاستاذ قال لنا اللي فيه تاء يبقى برضو ايه التانية زيها يترى مين اللي فيها تاء زطا اه لما قسمنا على مين قسمنا على ايه على الايه الجاة تربيع يبقى زطا تربيع طيب جاسين قاسين جتسين قطسين ده كل مضروفه بعضه تبعمل ايه انا ما عندي زاواية وما ينفعش حتى لو عندي زاواية استخدم الحزب اقول لك تعالا مش انت عندك الجاة مقلوب القطع والقاة مقلوب القطع يعني هتضرب جاسين في قطسين وانت قلت اي نسبة في مقلوبها بواحد في قاسين في جاسين يبقى دي بواحد في واحد يطلع النتج ايه واحد جميل هنا بقى في عندي سؤال في فكرة شوية بيقول لي اذا كان قا ناقص ضاء يسوي اتنين فان قازة ضاء بكام هو عطيك المعطى ده واحد يقول لي يا استاذ انا ممكن احلاه بكذا طريقة ده انا ممكن اضرب الطرفين هنا في قازة ضاء واحد تاني يقول لي لا انا هعمل حاجة تاني انا في عندي نسبة مثلثية اللي هي بتجمع القا والضاء هكتبها برا كده هقول له واحد زا الضاء تربيع يسوي قا تربيع يعني قا ناقص ضاء هتسوي كام واحد يعني قا تربيع ناقص ضاء تربيع هتسوي كام واحد دي اللي انا هبدأ بيها هقول له بما ان قا تربيع ناقص ضاء تربيع يسوي واحد حللي دي فرق بين مربعين يعني يا استاذ يعني هقول لك قا وقا وهنا ضاء وهنا ضاء ومره موجب ومره ايه سالب الله طب انت استفدت ايه من الكلام ده اقول له انا عندي القا ناقص ضاء باتنين اشيلها وحط اتنين يبقى اقول له يبقى هنا عندي قا زا الضاء مضروبة في اتنين بيسوي واحد انت محتاج قا زا الضاء فقط طب اكيد يعني هتقسم على الاتنين يبقى هنا هيطلع بكام بنص دي طريقة يبقى زي ما قلتلك ان انا ممكن التمرين يجيني وحله بكذا بكذا طريقة ما عنديش مشكلة خالص المهم ان احنا نصل الى الاجابة ايه الصحيحة طيب واحد نقض ضاء تربيع على واحد زا الضاء تربيع ايه ده واحد نقض ضاء تربيع واحد زا الضاء تربيع ده ممكن نجيبه ازاي واستاذ ده اقول لك انت جبتها ازاي خلي بالك دي نقص وده ايه زايد لا ممكن دي هتبقى موجة بالاتنين الاتنين بالموجة واحد زا الضاء تربيع على واحد زايد ايه زا تربيع طيب ما انا عارف ان واحد زايد ايه زا تربيع لسه جايبها عندي بقاة تربيع وواحد زا الضاء تربيع بقاة تربيع طيب القاعة القطى يا طرح هتطلع ايه واحد يقول لي انا لسه دوقت في المثلث العجيب السداسي اللي عندي انا ممكن ايه اقدر اجيب القاعة القطى واحد تاني يقول طبعا هاخد مبدأ السلامة القاة واحد علاجتها يبقى تربيع طب والقطة واحد علاجا برضو تربيع طب انا عندي لما اقلب كسر بنقول ايه مقام المقام بسط يبقى دي تطلع بجا تربيع علاجتها تربيع واحد يقول لي كأني انا شفت الجا على الجتة قبل كده الجا على الجتة طلعت بكام ها بضاء يبقى يطلع عندي ضاء تربيع يبقى المسألة دي ايه لما حطنا هنا زائد طلع عندي بضاء تربيع طيب السؤال بقى جميل وهنا بيقول لي بقى اثبت المتطبقة خلي بالك هيجي لك طرفين طرف الايمن وطرف الايصر السهل معاك ابدأ بيه يعني احيانا احنا بناخد الطرف الايمن اوصله الطرف الايصر طب احيانا الاقي الايصر اسهل ابدأ بيه وصح طب احيانا بقى اعمل ايه امسك الطرف الايمن ووصله الى نتيجة معينة وامسك الطرف الايصر ووصله الى نتيجة معينة واقول ان دي بتساوي دي. تعالوا نشوف السؤال اللي عندي اثبت ان جا تكعيب سين زائد جا سين جا تربيع سين يساوي جا سين. ايه الكلام الجميل ده? خلي بالك بقى في العمل المشترك. انا عندي هنا هاخد اليد هنا فيه جا عمل مشترك. يبقى هقول له هنا جا سين عمل مشترك. افتح قوس. يساوي. انا بقول له الطرف الايمن. يعني عشان اوضح له ان انا بدأت بالايمن. طب جا تكعيب سين يعني كنها جا في سين في جا سين في جا سين ثلاث مرات. خدت واحدة. يبقى بقى اثنين. زائد. انت خدت منها الجا سين. يبقى تبقى الجا تربيع سين. يساوي. ايه ده? البتاع ده المقدار ده انا شفته قبل كده. ده جا تربيع زائد جا تربيع على طلبه واحد. ونزل الجا سين ضربه واحد. يساوي مين? جا سين الطرف الايصر. صح. ده ايه الجمال ده? ده مسألة سهلة. طيب تعال نشوف واحدة تانية. جا سين زائد او ناقص يعني كأنهم مسألتين خلي بالك. جا سين الكل تربيع. يساوي واحد زائد او ناقص اتنين جا جتا. خلي بالك لما كنت بتفك مربع مجموع ايه? حدين او الفرق بين حدين. هفكرك بيه. الف زائد باء لكل تربية يساوي. مربع الاول اللي هو الالف. بالف تربيع. زائد. طب لو هنا ناقص يبقى هنا ناقص. الاشارة بس اللي في الوسط. الاول في الثاني في اتنين. يبقى اتنين في الاول في الثاني. زائد دائما. مربع الثاني. يعني ايه الكلام ده? يعني الف تربيع زائد او ناقص اتنين الف باء زائد باء تربيع. طب تعال نعمل الكلام ده. جا سين زائد او ناقص جتا سين الكل تربيع. مربع الاول يبقى جا تربيع سين. زائد او ناقص اتنين الاول في الثاني. جا سين جاتا سين زائد مربع الثاني جاتا تربيع سين ماذا تلاحظ اه واحد سامع يقول لي اه جاتا تربيع والجاتا تربيع اجمعهم مع بعض طب هيدوني كام واحد يبقى واحد زائد او ناقص اتنين جاتا سين وده الطرف مين الايصر طرف ايه الايصر يبقى بدأت بالايمن ووصلت بايه الايصر جميل تعالوا نشوف مسألة تانية هنا برضو دي متطابقات ان انا بثبت ان الطرف الايمن يساوي الايصر او الايصر يساوي الايمن او زي ما قلنا ابدأ بالايمن اوصله الى نتيجة معينة والايصر الى نتيجة ايه معينة السؤال رقم خمسة بيقول لي ايه بيقول لي اثبت ان ضاء الف زائد ضاء الف يساوي قاء في قطع واحد يقول لي طيب انا عارف ان الضاء امسك الايمن برضو بيساوي جا على جاتا جا على ايه على جاتا زائد الضطة عكسها يبقى جاتا على جا جاتا على ايه على جا يساوي يعني مسك الطرف الايمن وحد للمقامات يعني ايه وحد المقامات يعني كنا بنسميها طريقة المقص اضرب اه كده وكده المقامات في بعض تحت يبقى جا في جتا يبقى جا الف جتا الف اضرب جا في جا بجا تربيع الف جتا في جتا بجتا تربيع الف يساوي الله ده الجا تربيع والجتا تربيع ما لهم ده انا عارفهم بواحد يبقى واحد على جا الف جتا الف لسا برضو ما عطنيش الايصر اقول له تعالى الواحد على الجتا مش دي مقلوبها قا اه صح يبقى واحد على جتا الف في واحد على جا الف الجتا مقلوبها قا طب واحد على جا مقلوبها فيه تا يبقى ايه قا تا الف طب ده طلع مين ده طلع عندي ده ايه الطرف ايه الايصر. سؤال تاني رقم ستة. مرة علينا. بيقول لي بس هنا عندي مقام اللي هو ايه الجتة. نفس السؤال اللي احنا اخدناه رقم واحد. هاعمل على طول الفكرة بتاعته جاسين عامل مشترك يبقى جا تربيع زائد جتة تربيع على جتة سين. انا كنت عايز اعمل على طول طلع ان هو حل نفسه. ده مش بواحد يتفضل عندي جاسين على جتة سين بايه بضا سين. خلص السؤال رقم ستة. طيب سؤال رقم سبعة بيقول لي اثبت ان الجتة تربيع ناقص. الجتة تربيع مين? الف. ناقص جتة تربيع باء يساوي جتة تربيع باء ناقص جتة تربيع الف. ايه الكلام الجميل ده؟ اقول له تعالى بسيط خالص. الجتة دي مش انت كان عندك متطبقة اساسية. الجتة تربيع زائد زائد الجتة تربيع ماشي بتسوي كاما شباب مش بتسوي واحد جميل. طب انا عندي هنا ايه؟ عندي الجتة تربيع يعني هود الواحد الجتة تربيع اني حتاني. يبقى شيل الجتة تربيع الف واكتب واحد ناقص جتة تربيع الف ناقص. زي ما عملت في الجتة باء في الف اعمل له باء برضو. اعتبر ان دي باء هيبقى انا عندي واحد ناقص جتة تربيع باء. فق القوس عشان فيه اشارة سالب يبقى واحد ناقص جتة تربيع الف سالب واحد سالب في سالب بموجب جتة تربيع باء طب واحد ناقص واحد راحت طلعلك عندك سالب جتة تربيع الف زائد جتة تربيع باء طب رتبها عشان تخلي الموجب الاول يبقى جتة تربيع باء ناقص جتة تربيع الف الله الايسر طلع عند الايسر جميل طب سؤال تاني أثبت أن واحد ناقص جاتا سين في واحد زائد جاتا سين على جاتا ربيع بالسواح إيه الكلام الجميل ده هقول له الأيمن برضو أنا ممكن أفك القوسين دول آه ممكن هضرب الأول في القوس كله والثاني في القوس كله واحد في واحد بواحد واحد في جاتا سين بجاتا سين سالب جاتا في واحد بسالب جاتا سين سالب جتا في موجب جتا بسالب جتا تربع سين على جاة تربع سين يساوي طيب هتلاحظ إيه إن الجتا موجب وجتا سالي بروح يبقى واحد ناقص جتا تربع سين طيب واحد نقص جتا بكام احنا لسه جايبينه لما قول واحد ناقص جتا لما تود الجتا النحطة fy two يخص لك إيه الجاة يعني ممكن تشيل دا وتكتب جاة تربع سين وفي المقام جاة تربع سين ماذا تلاحظ ان اي نسبة على نفسها اي مقدر على نفسه بواحد يبقى طلع برضو ايه الايصر ما شاء الله تمرين تاني بيقول لي اثبت ان ضاء في قطع جيم يساوي قا جيم خلاص بقى انا عندي ايه طالما انا عارف النسبة المثلثية بتاعتي وعارف الضاء ايه والقطع ايه اقدر امسك الطرف اليمين وعوض اشيل النسبة وحط ايه قيمتها يعني ضاء جيم ايه على ايه جاء على جتا طب القطع مقلوب مين مقلوب الجاء واشوف الناتجة اللي يطلع عندي ايه تعالوا نشوف الايمن برضو ابدأ بالايمن الضاء جيم بجاء جيم على جتا جيم ضرب القطع فيها تاء مقلوبها ما فيهش تاء يبقى واحد على ايه على جاء جيم لاحظ ان الجاء تروح مع الجاء يطلع واحد على جتاء طيب ايه المقلوب بتاع الجتا انت قلتنا اللي مقلوبها فيه تاء يبقى هي ما فيهش تاء طب انا عندي الجتا يبقى مقلوبها ايه قاجاء الطرف الايصر ما اسهل هذه التمرين سؤال اخر بيقول لي اثبت ان جتا تربيع زائد جتا تربيع ضا تربيع بسواحد على طول اول معينك تشوف المسألة بتعمل ايه تدور هل فيه عامل مشترك الاول ولا هل لا ان فيه عامل مشترك هنا ايه الجتا تربيع ايه بقى هقول له الايمن خليك معايا الايمن هاخد الجتا تربيع با عامل مشترك جتا تربيع على جتا تربيع بواحد زائد جتا تربيع با في ضا على جتا الجتا تروح معا الجتا يطلع للضا تربيع با طيب واحد زائد ضا تربيع يا ترى هيطلع بايه انزل الجتا تربيع عندي واحد زائد ضا بيطلع ايه تب مش احنا خدنا قبل كده ان الواحد ذائد ضا تربيع بيطلع بقا تربية برافو عليك هل الجتة في القا بيطلع بواحد ايوه لان ايه لان ده نسبة في المقلوب بتاعها بس انا هكتبها لك عشان اوضح يبقى جتة تربيع با مقلوب القا ايه انت قلت المقلوب لو ما فيش تا يبقى فيه تا يبقى واحد على جتة تربيع با برافو يبقى الجتة تربيع با بسته مقام يروحه يطلع ايه واحد وده الايصر ما اسهل هذه التمرينة شابت تعالوا نشوف تمرين تاني برضو برضو نفس الفكرة اللي احنا شغالين عليها بيقول لي اثبت ان ضاء سين زائد ضطا سين الكل تربيع يسوي قا تربيع في قا تربيع طب واحد يقول لي انا عندي هنا ايه عندي ان الضاء سين زائد ضطا الكل تربيع يعني لازم افك القوس اه لازم تفك القوس يبقى الطرف الايمن هنفك القوس فك التربيع اه انت لسه قلتنا يا استاذ من شوية مربع الاول يبقى ضطا تربيع سين زائد عشان اشارة تنزل اتنين الاول في التاني برافو زائد ضطا تربيع سين يسوي لاحظ حاجة ايه هي ان الضاء مضروبة في الضطا اه ده اي نسبة في مقلوبها بواحد يبقى دي هتبقى كام واحد في اتنين بكام باتنين خلي بالك يبقى انا عندي هنا ضا تربيع سين زائد ضطا تربيع سين زائد اتنين هل الكلام ده عطاني قا زائد قطة اقول له لا ومالها نعمل ايه قالك انت عندك الان ممكن تعمل كذا طريقة هل تقول له ان التقد الواحد مع الضاء ويطلع لي عندي قا تربيع واحد مع الضطا تطلع قطة تربيع وتوحد له من المقامات زي السؤال ده بالضبط لاحظ كده هنا ضا زائد ضطا زائد اتنين هيساوي قا في قطة اللي هو حل ده ده طريقة حل وممكن انك انت في المسألة تاخد القا في القطة وتطلعها ايه بضا زائد ضطا يساوي ايه اتنين طب انا واحد يقول لي انا ممكن اقول الطرف اليمين وصل لحد هنا طب امسك الطرف اليسار اقدر اوصله الى هذه النقطة اه ممكن بكل بساطة طب واحد يقول لي ازاي اقول له تعالي الطرف الايصر انا دي مش هكملها هجيب الايصر عشان تقدر ايه تشوف تقدر تشوف انك انت هتعمل ازاي فانا عندي هنا القا تربيع طب القا عبارة عن ايه عبارة عن واحد بواحد زائد واحد في اه ضطة بضطة تربيع زائد ضا في واحد بضا تربيع سين ضا في اه احنا قلنا هنا واحد في واحد وواحد في ضطة طيب عندي هنا بقى ضطة يبقى هنا عندي واحد في واحد بواحد واحد في زطة بزطة ضا في واحد بزا ضا في زطة اكتبها ضا تربيع ضا ايه تربيع طيب دي بكام بواحد ودي بكام بواحد يبقى النتج هنا هيطلع ضا تربيع سين زائد ضا تربيع سين زائد اتنين الطرف ايه اللي انا جبته يبقى أنا جبت الأيمن إلى نتيجة والأيصر إلى إيه؟ إلى نتيجة جميل جدا ده نفس الفكرة بتاع الحل بتاع التمرين ده إن أنا ممكن أوصل من الأسهل وأوصل للإيه أسعر تمام؟ فأنا كده عايز أنا برضو عايز أقول لك إحنا عملنا إيه دلوقتي؟ تمرين ده زي اللي فوق فأنا أخده إيه؟ أرجع لك إحنا عملنا إيه؟ أول حاجة عرفنا النسب المثلثية مع المثلث القائم الزاوي لما بنجيب الجا والضا والجتة وإيه؟ عندي الجا مقابل على وطر الجتة مجاور على وطر الضا مقابل على مجاور وعندي المقلوب بتاعه طيب عرفت إن أنا أجيب خمس زوايا من الدائرة وأجيب ثلاثة من المثلثات القائمة يبقى أنا عندي هنا إيه؟ في عندي خمس إيه زوايا كده إلى هنا ينتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد ضا الضا تربيع في القطى بواحد زائد ايه؟ ضا تربيع سيد فوق القوس واحد فوق